ينتظر أن تعلن كلية الأداب في جامعة الملكة عبدالعزيز بجدة عن ربط مادة الثقافة الإسلامية ببرنامج تأهيل المتزوجين اعتبارا من العام الدراسي الجديد عشان تصبح مادة إلزامية يجب على الطلاب والطالبات اجتيازها والنجاح فيها كلية الأداب في جامعة الملكة عبدالعزيز والوقف العلمي التابع للجامعة عن ربط أول مادة دراسية ببرنامج تأهيل المتزوجين واعتبار المادة متطلبا دراسيا يجب على الطلاب والطالبات اجتيازه والنجاح فيه وقال النائب المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور فؤاد مرداد أن الوقف بالتعاون مع كلية الأداب قام بربط مادة الثقافة الإسلامية ببرنامج تأهيل المتزوجين وهي المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ هذه الفكرة داخل صرح علمي في المملكة وأكد مرداد أن الهدف من هذا الربط التأهيل المبكر والتوعية لكل الجنسين بالحقوق والواجبات في الزواج وكيفية الحياة وشكل العلاقة الأسرية الناجحة التي يمكن أن يبدأوا في التخطيط لها معتمدين على المعلومات التي اكتسبوها بعد دراستهم للمادة بشكلها الجديد وحول ممعد البدء في تدريس هذه المادة أكد مرداد أنه سيبدأ خلال الفصل الدراسي المقبل حيث ستكون التجربة الأولى وهي موجهة للجنسين بهدف تعميم الفائدة وإيصال الرسالة على أن تكون المادة متطلبا دراسيا يجب اجتيازه والنجاح فيه يذكر أن خبراء واختصاصيين أعادوا نسبة ارتفاع المشكلات الزوجية وحالات الطلاق في السعودية إلى عدم وجود توعية مبكرة وتأهيل لكل الزوجين قبل دخول غمار الحياة الزوجية وعشان نكمل في هذا الموضوع انضم لي هاتفيا من جدة دكتورة زهرة الموعب المستشارة الأسرية ومدربة تأهيل المقبلات على الزواج أهلا دكتورة يا هلاي مرحبا يعطيك العافية يسلمك ربي يخليك إن شاء الله إيش رأيك في هذه الخطوة اللي اتخذتها جامعة الملك عبد العزيز وصارت متطلب جامعي لطلاب الجامعة من الجنسين والله هي خطوة قوية وجريئة وبادرة رائعة يعني تخيب الشباب والشابات إنهم يفهموا حياتهم الزوجية في المستقبل يتغلبوا على كثير من الصعاب قبل ما يدخل في مضمار الحياة البسرية صحيح لكن دكتورة ما تشوفين إنه يعني بعض الشباب الآن ما يحتاجون مادة يدرسونها لأنه مش أغلب الشباب في الجامعة موجودين محتاجين شيء ربيه فيهم من صغرهم والله شوف أنا أفضل أقول لك يعني في أشياء أساسية إحنا نعرفها لكن في حاجات تغفل يعني تغفل على الشباب وعلى الشابات يحتاجوا دعم عظيم إلى ذلك إنه فوق الدعم هذا يحتاجوا توجيه يحتاجوا تقوين يحتاجوا يعني أحد يعني يوضح لهم الرؤية بدل ما بعد ما يتزوجوا توزي على الفاس الرسل ياريك أحد عرفنا ياريك أحد قال لنا إحنا ما نعرف لأنه نحن يعني إحنا لما أخذنا الدورة بندري فيها المقبلات على الزواج على فسألناهم إيش بي نقول لهم بي نقول لهم يعني فلاشوا كثير من المشاكل اللي تواجد حياتكم لا تفشوا أسرار حياتكم الزوجية لا تتكلموا مع كل جاورا حاولوا إنكم تتشيروا بعضكم فيما يعني أشياء اللي تخصكم والأشياء اللي هي في مصلحاتكم تحاولوا قدر الإبتان إنكم تتغلبوا على المصائب والمشاكل اللي في حياتكم بينكم وبين بعض بعدين أكبر وأقيم يعني مبدأ موجود الحياة الزوجية اللي هو التغافل هذه كثير من الشباب صحيح أنا أقول تغافلوا لحد يعني إنه الواحد يعني يغمض عينه مرة يغمض عينه ثاني مرة ثالث مرة مع التوجيه المباشر التوجيه المباشر يا دكتورة بس بعض البنات وأيضا بعض العيال ما يبغي يغمض أبدا يعني قاعد يشوف كل غلطة و جالس على التكة لا مهي نحن هنا عشان كده بنقول لابد إنهم يتعاملوا مع أدواجهم بالمبدأ هذا مبدأ الثقافي ترى جدا رائع ومهم وأساسي في الحياة الزوجية أضف إلى ذلك الإحترام يقول لك شب لا مو شب الإحترام هو اللي يجيب الشب لأنه الشب بعد الزواج بيموت بيكون حاجة تانية من الرسالة الإلهية اللي كتب لنا هي ربنا في القرآن الكريم و جعلنا بينهما مودة ورحمة مودة ورحمة محب إذن معناته بيرتقد العلاقة الأسرية بترتقي تصل إلى المودة والألثة يعني هذه هذه علاقة ثامية جدا رائع جدا ما بيوصلوا لها إلا إذا تمثلوا بإحكام القرآن الكريم وأحكام سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلم طيب دكتورة يعني في مثل هذه الدورات اللي أنتوا تقدمونها أنتوا أكيد ترأون الفوارق العمرية بعض البنات صغيرة في السن وبعض الشباب صغير في السن فيصير الزواج مجرد أعناد بين طرفين كلهم صغار في السن وأيضا ممكن يكونوا صغار في التجربة ولا لا دكتورة كيف ممكن تقدمونهم دورات في هذا الحال لا نقدم لهم حتى لو كانوا صغار في السن وبعدين بيني وبينك يعني الآن ما عد أصبح يعني الشيء يعني هذا الموضوع يعني ما في لا صغيرة كبيرة هي الحياة الزوجية مسؤولية طالما هو وافق عليها وهي وافقت عليه ما في صغار في السن المهم إنه موافقوا إجاب وعندهم استعداد على إنهم يبنوا أسرة مع بعضهم البعض ويكونوا حياتهم بما بينهم والبين دكتور يعني في جيل هذا جيل الأيام هذه جيل النشط والوعي الوعيين وفهمين وعطين كل حاجة بقى رحيا بس لبعض الأخطاء وبعض الحفوات حفوات بعض الغفلات فإعني إيش اللي بيحصل اللي بيحصل إنه إحنا بنقوم السلوك هذا إحنا بنوجهه الوجه الصحيح يعني نعدل القوصلة نعدل توجيهها هي ما شي صح لكن أخينا تحدث بيها أو تحدث بيه وإحنا نوريهم إنه هو ترى هذا الطريق الصح لأنه إحنا بناخدهم جميع الجوانب الاجتماعية الاثرية الصحية العلاقة الحميمية الحوار الناجح بين الزوجين يفتن اختيار الوقت اللي يتكلموا فيه مع بعض يتناقشوا فيه مع شاكهم مع بعضهم احترموا آراء بعضهم احترموا يدتروا بعضهم البعض صحيح إنت يعني هذه المرحلة لابد إنه لو أخذوا جرعات صحيح قبل ما يعني يقدموا على الزواج تتكتماما إنه إحنا فعلا يعني بنقضي على نسبة كبيرة من نسبة الصلاق بين الشباب المقبلين أو الشباب المزوجين اللي هم يعني مرحلة السنة الأولى عادي إحنا نخاف منها وفترة الشهور الأولى الدكتورة زهرة بالمستشارة الأسرية ومدربة تأهيل المقبلات على الزواج شكرا لك ويعطيك العافية ومتواصلين معاك بإذن الله ترجمة نانسي قنقر